تعالوا بقى نروح لتقرير في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصاراتنا في العاشر من رمضان النهاردة مكتبة الأسكندرية نظمت احتفالية للتذكير بأبطال قوات المسلحة المصرية اللي قدموا أهم وأروع وأقوى ملحمة في التضحية والفداء حرب للعزة والكرامة أولا حققت النصر مما لا شك فيه لسه هذا النصر بيدرس حتى هذه اللحظة في الأكاديميات العسكرية وكليات العلوم السياسية في الدنيا في الإطار ده أعلنت مكتبة الأسكندرية أنه تم وضع عشر مقتنيات للزعيم الراحل محمد أنور السادات رحمة الله عليه في متحفه في مكتبة الأسكندرية ومن ضمنها جواز السفر يا أيوة واللي الدولة الحقيقة بمجهود ولادها تمكنت من استعادته مرة تانية وإيداعه في المكتبة المتحف بيضم مجموعة من أهم مقتنيات الرئيس محمد أنور السادات الله يرحمه ومجموعة من الصور اللي بتوثق حرب أكتوبر تحطيم خط برليف اللي هو زكي باقي يوسف رحمة الله عليه والرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال تواجده في غرفة عمليات الحرب صور بقى ميدانية من الجبهة وحدث أنا أدعوكم تروحوا تشوفوا المتحف بالمناسبة في مكتبة الأسكندرية في الوقت اللي تقدروا عليه لحد كده نشوف مع بعض التقرير وبعدين نروح فاصل بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية لاستعادة ذاكرة الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر عام 1973 خلال الاحتفالية أشار المشاركون إلى أن العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية التي تظل شاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل الاحتفالية ركزت على الجهد اللي موزل قبل الحرب في التخطيط للحرب ونبعث لنفسنا من خلالها رسالة هامة جدا وهي أنه مفيش عمل بيتعامل وينجح إلا لما يبقى مخطط مفيش عمل بيتعامل وينجح إلا لما يبقى فيه وراه جهد كبير جدا الاحتفالية شاهدت وضع عشر مكتنيات للرئيس الأسبق محمد أنور السادات في متحفه داخل مكتبة الإسكندرية من ضمنها جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل الذي استطاعت مصر استعادته وإداعه في مكتبة الإسكندرية كان عندنا خبر جميل جدا وهو أنه جواز السفر الخاص بالرئيس السادات الذي أعلن من شهر كده أنه هو فقد ويتم تداوله بين التجار المقتنيات في أمريكا هذا الجواز طبعا لم يكن من ضمن مقتنيات المتحف الموجود في المكتبة وإحنا عملنا إعلان ساعتها وعملنا بيان ويقولنا أنه ما كانش موجود بس طبعا الأجهزة لم تصمت وتوجهات من فخامة الرئيس وحركة سريعة جدا من الأجهزة تم إرجاع هذا الجواز وإحنا كان من ضمن الاحتفالية النهاردة أننا أخذنا هذا الجواز من الأجهزة وضعناه في المكان الذي يليق به في المكتبة يضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل ومجموعة من الأوراق والملاحظات التي دونها من خطة الحرب والخداع ومجموعة من الصور التي توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط برليف ويأتي متحف السداد بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار الكبة السماوية ويقع على مساحة 260 متر ترجمة نانسي قنقر